أستاذ فيصل بينما ذكرته صحيفة وولو ستريت جورنل وحديثها عن ربما اختراق أمني وفشل استخباراتي عند حزب الله مكن من استهداف السيد فؤاد شكر وبين تكذيب حزب الله لهذه الرواية أين تكمن الحقيقة برأيك مساء الخير لكل ضيفك الدكتور نبيل ولكل المشاهدين شكرا للاستضافة أستاذة يارا الرواية التي سقطها وولو ستريت جورنل الرواية لا تركب على قوس قزح وهذه الرواية مفككة إلى درجة أنها لا تبعث على أي مما يمكن أن يكون شيء من الحقيقة وبالتالي ربما نأخذ نحن في عالمنا وعض الأحيان بالأسماء الكبيرة لبعض وسائل الإعلام والصحف الكبيرة التي تحاول أن توهم الرأي العام لأنها وصلت إلى حقيقة ما أو إلى خيط أبيض في أي عملية من هذا النوع فالعملية معقدة إلى درجة حاولت وولو ستريت جورنل أن تقدم لنا رواية لا يمكن لأحد أن يصدقها وخاصة أن الشخصية التي استهدفت هي شخصية كبيرة يعني إلى درجة أنها منذ أكثر من 30 سنة والمخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية ترصده وتلاحقه بأي طريقة من الطرق فهل يعقل أن شخصية بحجم السيد فؤاد شكر أن يستدرج باتصال مزيف من مكان إلى مكان في نفس المبنى أو في نفس المنطقة ولكن هذا شيء يدعو إلى الضحك إلى حد كبير بكل الأحوال هنا أيضا سيد فيصل يعني يحق التساؤل إذا جيران السيد فؤاد شكر قالوا نسمع عنه لكننا لم نره من قبل يعني كان مثل الشبح لقب بالشبح وبالتالي يحق لنا التساؤل كيف تم اغتياله إذن؟ صحيح يعني كيف تم الاغتيال هذه قضية ستبقى معلقة إلى حين أن يكشف حزب الله عن حقيقة القضية أو أن يقوم العدو الإسرائيلي بالكشف عن طريقة وصوله إلى سيد فؤاد شكر ونحن نعلم أن أجهزة المخابرات لا يمكن أن تبصح عن مثل هذا الأمر لكنها تهلل رواية أي رواية إعلامية من شأنها أن تضخم من طبيعة ما قامت به هذه الأجهزة وتحديدا هنا نتحدث عن جهاز الموساد الإسرائيلي لأن هذا الأمر يعتبر إنجازا من نسبة إليه وهذا أمر يجب علينا أن نعترف به ونقر به أما أن نقر أن هناك اختراق وأن هناك اتصال جاءه وترقل من مكان إلى مكان ليقع في مصيضة الاستهداف هذا شيء يدعو إلى السداجة يعني أو أننا يعني ممكن أن نكون ساديجين إلى درجة أن نصدق مثل هذه الرواية سأعود إليك بفكرة إذا ما كان هناك اختراق أم لا لأنه مصلحة لأن تقدم لنا رواية من هذا النوع